سداري يجتمع اجتماع خاص بجداول الموازنة، موازنة العام الحالي ما الذي سيتم تدارسه الفروق المتوقعة بتقديرك؟ من الطبيعي أنه السيد رئيس الوزراء يتابع الصرف والموازنة وما آلت إليه من خلال هذه الحكومة التي هي حكومة خدمية بالدرجة الأولى وولدت نتيجة الضغوط الشعبية بالخدمات والعمل والمشاريع وفرص العمل التي يحتاجها العراقيين فسيد السوداني لديه أولويات بعمل هذه الحكومة من ضمن هذه الأولويات هي البنى التحتية والطاقة وبناء المدارس والمجمعات السكنية وكثير من الأولويات وحتى أنه أطلقت مجموعة من الجولات التراخيص الجولة الخامسة والسادسة من التراخيص التي أيضا ستضيف للموازنة مشروع النبراس للبتروكيميائيات والذي يعتبر رابع أكبر مشروع في العالم إذا ما تم إنجازه سيكون مفيدا ويشغل بحدود الأربعين ألف من فرص العمل وكثير من المشاريع الأخرى التي تقوم عليها حكومة السوداني ومن أجل هذه طبعا تحتاج إلى المتابعة هل تعتقد أن كافة الميزانية الاستثمارية ستزيد هذه المبرة قياسا بالتشغيلية منها؟ موازنة العراق بشكل عام تعتمد على أسعار النفط وأسعار النفط لا نستطيع أن نتحكم بها إلا من خلال السوق العالمي هو الذي يحدد أسعار النفط ولو أنه أوبيك وأوبك بلاس وضعت بعض الضوابط في هذه الفترة من أجل السيطرة على أسعار النفط لكنه بشكل عام هناك بعض المؤشرات الإيجابية من خلال جولات التراخيص الخامسة والسادسة التي ستضيف بحدود 30 مشروع وهناك أيضا بوادر إيجابية بدخول المستثمرين بوادر بوجود الأمن الذي دعا كثير من الشركات لدخول السوق العراقية وهذه نتائج إيجابية وبالنتيجة النهائية نتوقع أن هناك تكون بعض النقاط والفوارق التي ممكن أن تكون لصالح الموازنة الاستثمارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر